موسيقى السابعة بتوقيت جريني تشاثامينة بتوقيت الجزائر اهلا بكم مشاهدين الى هذا الموعد الاخباري بداية نعرب وزير الخارجية الدانيمارك رارس لوك راسمسون عن اعتذاره واسفه عن الموجة الاجرامية التي استهدفت حرق المصحف الشريف امام صفرات الدول الاسلامية بما في ذلك صفارة الجزائر بكوبنهاجن جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها وزير الخارجي الجزائري احمد عطاف من نظره الدانيماركي امس الاثنين بيان الخارجية الجزائرية نقل عن الوزير الدانيماركي وصفه اعمال تدنيس المصحف الشريف بغير المقبولة وبالممارسات الشنيعة مؤكدا اقول انها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدانيماركي كما ابلغ رئيس الدبلوماسية الدانيماركية نظره الجزائري بان حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الاخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات مضيفا ان النص سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون اربعة اسابح من جانب اخر اكدت الخارجية الجزائرية ان المكالمة الهاتفية شكلت فرصة لتبادل الاراء حول تحضير الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري بين البلدان الافريقية ودول الشمال البيان ذكر ان الاجتماع سيعقد بالجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من السادس عشر الى الثامن عشر من اكتوبر المقبل تحت عنوان تعزيز الحوار على اساس القيم المشتركة اعلنت الحكومة المعينة من المجلس العسكري في النيجر الموافقة على اجراء محادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس وذكر رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس محمد الامين الزين ان رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني اعطى الضوء الاخضر لبدء المحادثات مع مجموعة دول اكواس معربا عن تفاؤله ببدء هذه المحادثات خلال الايام القادمة في مسعى لحل الازمة عبر الدبلوماسية وتبديد الخيار العسكرية المجلس الوطني لحماية الوطن والحكومة الانتقالية يدينان بقوة الحملة المضللة التي تخدم مصلحة شخص واحد وجماعته الهدف من هذه الحملة تقويض الثقة في السلطات الانتقالية وافشال كل مساعي الحل التفاوضي للخروج من الازمة لتبرير تدخل عسكري او كلا رؤساء بعض البلدان الى قوة دولية تنفيذه باسم اكواس هذا واخفق مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي في تحقيق توافق حول تعليق عضوية النيجر في التكتل القاري وافدت تقارير الاعلامية من داخل المقر في اديسابيبا بان رئاسة المجلس اضطرت الى تعليق اشغال الاجتماع الطارئ للهيئة الافريقية بعد نشوب خلافات حادة بين اعضائه الذين انقسموا بين مؤيدين للحل الدبلوماسي واخرين داعمين للتدخل العسكري في النيجر استبعدت وزارة الدفاع الامريكية امس الاثنين حسب قواتها او سحب عفوا قواتها من النيجر لكنها اكدت متابعتها الوضع عن كثب واكد المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر ان واشنطن لا نية لديها في تغيير وضع القوات الامريكية في النيجر ليست لدينا اي نية في سحب قواتنا الخاصة من النيجر نحن نراقب الوضع عن كثب ولم يطرأ اي تغيير على قواتنا في النيجر حذر الرئيس الصحراوي الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووذي الذهب ابراهيم غالي الاتحاد الاوروبي من عدم الامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في الصحراء الغربية قال الرئيس الصحراوي لدى اشرفه على اختتام الجامعة الصيفية الحادية عشر لإدارة البوليزاريو والدولة الصحراوية في ولاية بومرداس شرقية الجزائر العاصمة قال انه يجب على الاتحاد الاوروبي الاحترام الكامل لقرارة محكمة العدل الاوروبية التي اكدت بطلان اي اتفاق اوروبي مع المملكة المغربية يشمل الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية محذرا من مغبة اللجوء الى التحايل على تلك المرجعيات القانونية الواضحة والخضوع لسياسات الابتزاز ولوبيات الفساد والشراء الذمم التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية فكانت الجزائر الضمانة الكبرى نؤكد على ان الاتحاد الاوروبي ملزم بالانتثال لمغتضايات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الاوروبي في الصحراء الغربية والاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الاوروبية التي اكدت بطلان اي اتفاق اوروبي مع المملكة المغربية يشمل الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية برا وجوا ومياها اقليمية باعتبارهما بلدين منفصلين ومتمائزين وتجدل وتحذر جبهة القوليساريو من مغبة اللجوء المخزي الى التحايل على تلك المرجعيات القانونية الواضح والخضوع لسياسات الابتزاز ولوبيات الفساد وشراء الذمب التي تنتهجها دولة الاحتلال المغرب من جهة ومن غير المعقول ان تخدع المؤسسات الاوروبية لمثل هذه الممارسات وتنجر الى المشاركة في عملية قرصنة مكشوفة وسرقة مفضوحة لثروات شعب اعزل ضحية احتلال عسكري مغرب رئيس الصحراوي إبراهيم غالي دعا الحكومة الاسبانية القادمة الى الانسجام مع الشرعية الدولية بمراجعة موقف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز الداعم للسياسات العضوانية المغربية والسعية نشيد بالمواقف التضامنية الراسخة مع كفاح شعبنا في العالم وفي أوروبا وبشكل خاص في إسبانيا نجدد إدانتنا للموقف الخياني الداعم للسياسات التوسعية العدوانية المغربية والذي اتخذه رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز كما أننا بهذه المناسبة ندعو الحكومة الاسبانية القادمة إلى مراجعة ذلك الموقف بما ينسجم مع الشرعية الدولية ومع مسؤولية الدولة الاسبانية القوة الاستعمارية المديرة في الصحراء الغربية والتي لا تسقط بالتقادم قانونيا وسياسيا وأخلاقيا تجاه تنكيل الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال الرئيس الصحراوي حذر من مخاطر السياسات العضوانية التوسعية المغربية على المنطقة مشيرا إلى ضروع المملكة المغربية في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وللجماعات الإرهابية وإبرام التحالفات المشبوهة مع القوى الاستعمارية والتوسعية لتمرير أجندتها بعد أن داب الطرف الصحراوي على التحرير منذ عقود من المخاطر التي تهدد كامل المنطقة جراء السياسات العدوانية التوسعية لدولة الاحتلال المغرب فقد تأكد اليوم وبالملموس هذا التوجه الخطير ليس فقط من خلال دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية بما في ذلك عبر التدفق المتزايد لمخدرات المملكة المغربية كأكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم بل بإبرام التحالفات المشبوهة مع القوى الاستعمارية والتوسعية لتمرير أجنداتها التخريبية التي تضرب في الصبيم السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومنهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بتأسيس ما سمية مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك في سلام كشكل من أشكال تطبيع مع الكيان المحتل الجبهة في بيان لها اعتبرت قرار نظام المخزن إمعانا في مسلسل التطبيع المشؤوم الذي أعطى انطلاق أو انطلاقته للمخزن وانتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وتحيزا للظالم الصهيوني وقالت الجبهة إنها تتابع هذا المشهد المأساوي الآخر من مشاهد الهرولة الجوفاء نحو حضن الصهيونية معتبرة الخطوة استخفافا بعقول السكان باسم التنمية خاصة أن متزعم المبادرة اعتباه بالصداقة مع مرتكبي جرائم الحرب ورموز العنصرية الصهيونية يضيف البيان تعتزم الحكومة الموريطانية طرح مراجعة جديدة للقانون الخاص بالمخدرات ضمن مساعل لكبح التزايد المقلق لتدفق المخدرات المغربية وأفدت الوكالة الموريطانية للأنباء نقلا عن رئيس المكتب الموريطاني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الضابط الحسن ويلد سامب بأن مراجعة القانون تأتي لمراعاة الظروف الدولية والإقليمية والمحلية ومستجدات دخول أنواع جديدة من المخدرات لم تكن مستعملة من قبل المصدر ذاته كشف عن تفكيخ أربع خلايا لمتاجرين بالمخدرات المغربية مشيرا إلى تسجيل توجه غير مألوف حسبه تمثل في تحول مستهلكي مخدر أو مخدر أقول الحشيش إلى استهلاك مخدرات ذات خطر بالغ قادمة من المغرب في ليبيا اندلعت الشباكات في العاصمة الليبيا طرابلوس مساء أمس الاثنين ما تسبب في تعليق الرحلة الجوية إلى مطار المدينة الرئيسي وسط أنباء عن القبض على أحد العسكريين بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل المنافس وفق ما قالته وكالة الأنباء الفرنسية كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن جميع الرحلات في مطار معتقة حولت إلى مصرات على بعد مئة وثمانين كيلو مترا إلى شرق العاصمة طرابلوس بحث بحث السفر الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكال سبول تعزيز الجهود الهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين الاثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلوس بحضور مسعود عبيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بيان للمجلس نشر عبر صفحته في فيسبوك أشار إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي والسبول تعزيز الجهود التي تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن قال رئيس التونسي قيس سعيد الاثنين المدير العام لديوان الحبوب في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابا في إنتاج الخبز بيان عن الرئاسة التونسية أفاد بأن سعيد عين سلوى بن حديد خلفا لبشير الكتيري مضيفا أن الرئيس التونسي طالب وزير العدل بإصدار ملاحقات قضائية ضد من اتهامهم بالاحتخار في مجال توزيع الحبوب وبقية المواد الاستهلاكية الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار لقي أحد عشر مهاجرا تونسيا مصرعهم فيما لا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحي المحافظة سفاقس التونسية وسط شرق البلاد وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة سفاقس فوز المصمودي أن القارب غرق بعد نحو ساعة من إبحاره انطلاقا من سواحل سفاقس ومن ضمن الضحايا طفل وامرأتان كاشفا عن إنقاذ ثلاثة وعشرين شخصا وانتشال بإحدى عشر جثة لحد الآن استشهد شابان فلسطينيان سباح اليوم الثلاثاء برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جابر بمدينة أريحة بالضفة الغربي المحتلة وقالت وكلة الأنباء الفلسطينية إن الشهدين هما قصي عمر الولوجي ذو السادس عشر عاما من سكان مدينة أريحة ومحمد ربح نجوم البالغ من العمر خمس وعشرين عاما من سكان مخيم عقبة جابر كما أضف شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نصر أبو العسل والشاب سيف أبي عماريا بعد مداهمة منزلهم في بلدة زعترة شرق بيت لحم كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة بيت آمر شمال الخليل هذا وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحامات الوحشية الدموية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة هي جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال كما أكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذه الجرائم مع المحكمة الجنائية الدولية مطالبة إياها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤوليتها أثناء أثناء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد داشتية على إعلان الحكومة الأسترالية اعتبار الأراضي الفلسطينية محتلة بما فيها القدس الشرقية وأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي وأكد اشتية في كلمة نلقاها في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رامالله الاثنين أن هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة معاربا عن تطلعه إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم أثناء مجلس وزراء على إعلان الحكومة الأسترالية اعتبار أن الأراضي الفلسطينية محتلة بما فيها القدس الشرقية واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي إن هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ونتطلع إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين يواجه الآلاف من المصابين بمرض التليف الرئوي في قطاع غزة تهديدات الموت بفعل الارتفاع غير المسبوق للحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضعية حرجة أثرت سلبا حتى على أداء المؤسسات الصحية في القطاع المحاصر منذ 16 عاما تتحالف الحرارة الشديدة مع انقطاع الكهرباء لتفاقم من المتاعب الصحية لإسماعي النشوان ليكون هذا القناع الذي يربطه بجهاز التنفس خلاصه الوحيد للمحافظة على مستوى الأكسجين المطلوب في الدم في ظل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في غزة أدخله في نوبات متكررة كادت تودي بحياته صعيب جدا يعني بدي كهرباء بدي أكسجين بدي المروحة بدي بدي يعني هذا يساعدني على أني أنا أقدر أتنفس مع كل هذه الأدوية التي تلازمه غير أن المروحية وجهاز التنفس باتا ضروريني لبقاء إسماعين على قيد الحياة لكن الإنقطاعات المتكررة للكهرباء تهدد حياته في كل لحظة الأكسجين هذا لازم 24 ساعة شغاله بعدين ما فيش كهرباء لـ 24 ساعة إحنا بنحتاج لكهرباء 24 ساعة شغاله لأننا بنشغل المروحة بنشغل الجهاز بنشغل جهاز التبخير بنقدرش بنخانقها أنا بصير عنده بخش في الغيبوبة بنمطر أنه نتصل على الإصعاف يجي يأخذه عشان نوديه على المستشفى وقعد أسبوع وهو في المستشفى حالة إسماعين لا تبدو معزولة في قطاع يعاني أسوأ أزمة إمدادات للطاقة بفعل حصار متواصل منذ 16 عاما فالمرافق الصحية باتت عاجزة عن توفير حد أدنى من الخدمات بسبب كابوس انقطاع الكهرباء أنا مريضة سيكسك فيبروزز مريضة تريف الكيسي ما هي سكر النوع الأول وبسبب انقطاع طيار كهربائي بس تحميش الحرارة والشوب في البيت بسبب سير عندها طراد التبعت على السيدر أكتر ودقات القلب لهيك أكتر وقتي بقدي في المستشفى كما تعلمون مرضى الأزمة ومرضى السادة الرئوية ومرضى تليف الرئة بحاجة إلى معدلات عالية ومعدلات مستمرة من الأكسجين وبحاجة إلى تباخير موسع للشعب الهوائي بشكل منتظم طبعا قطاع طيار الكهربائي يفقد المريض حقه في الأكسجين وفي جلسات التبخير بشكل منتظم عائلات لم يكفي تجرعها مرارة الأرض المسلوبة والمعاناة اليومية داخل أحياء تفتقر لأدنى متطلبات الحياة لتحرم من حقها في الكهرباء والعلاج في مشهد المؤلم يضع حياة أكثر من مليوني شخص رهينة الغطرسة الصهيونية أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أمس الاثنين رفع حالة الجاهزية الأمنية في عموم البلاد بعد أحداث عنف متفرقة شهدها لبنان في الآوينة الأخيرة المولوي في مؤتمر صحفي عقده بعد ترأسه اجتماع مجلس الأمن المركزي في بيروت قال إن الإجراء يشمل تجديد ترتيبات الأمن على غرار زيادة نقاط التفتيش المفاجئة في الطرق وتكثيف الدوريات الأمنية كاشفا عن فتح تحقيق في الأحداث التي شغلت الرأي العام خلال الأسبوعين الأخيرين أعلن وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن زيارة مرتقبة له إلى السعودية في الأيام القادمة دون تحديد موعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الرياض عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران الاثنين أعرب عن الاستعداد أو استعداد بلاده لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني من جهته أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للسعودية سيخطط لها في وقت المناسب في إطار ما سماه الإرادة السياسية للبلدين وفقت هيئة محلفين كبرى في مدينة أطلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية مساء أمس الاثنين على لائحة من عشرة تهم تتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكية السابق دولان ترامب وبعض حلفائه الرئيسيين قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام الفين وعشرين وفق ما نقلته وسائل الإعلام أمريكية هذا وأمهل أو أمهل الرئيس الأمريكي السابق دولان ترامب حتى تاريخ الخامس والعشرين من أوت للمثول أمام القضاء في جورجيا حسب ما أعلنت عنه المدعي العام المكلف بالملف فاني ويلس مما يعني أن أمام ترامب عشرة أيام فقط حتى يسلم نفسه طواعية في حين وصف ترامب في منشور له على صفحته الرسمية في وسائل التواصل الأمر بالسخيف وأن الاتهامات تعد زائفة بحسب قوله إلى اليابان حيث وصل إعصار لان إلى اليابسة في غرب اليابان صباح ثلاثة مصحوبا برياح عنيف وأنطار غزيرة وفقا لما قالته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى مائة وستة وعشرين كيلومتر في الساعة ضرب قبيل الساعة الخامس صباحا بالتوقيت المحلي محافظة وكاياما على بعد حوالي ستمائة كيلومتر غربي توكيو ومن المتوقع أن يشتاح اليوم هذه المنطقة حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي قبل أن يتحرك بعيدا فوق بحر اليابان مساء ومن المرجح وبحسب خبراء أن يسبب الإعصال في انهيارات وفيضنات بعد أن ألغى طبعا مئات الرحلات الجوية وعطل حركة السكك الحددية في البلاد في الرياضة أكدت كبرى وسائل الإعلام الأوروبية والسعودية الاثنين تعاقد نادي الهلال السعودي مع نايمار دا سيلفا لمدة موسمين قادما من باريس سانجرمان الفرنسي في صفقة مدوية المصادر ذاتها أكدت إتمام عملية انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الهلال السعودي مقابل تسعين مليون يورو على أن يتحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بثمانين مليون يورو وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فإن التوقيع على العق سيجري أو سيجرى بعد تجاوز اللاعب كل الفحوصات الطبية اللازمة نهاية هذا الموعد الإخباري شكرا لكم لطيب المتابعة تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة